قرارات العفو الرئاسي أو الملكي أو الأميري عن معارضين لنقل في الخارج تصحبها عادة حملة دعائية رسمية وتغطية إعلامية لكن سلطان عمان أصدر عفوه من دون أي ضجيج وعرف العالم بقراره من خلال تغريدة لأحد الصحفيين خبر العفو انتشر بشكل حصري من طرف صحفي العماني العامل في وكالة بلومبرغ للأنباء توركي بلوشي والذي قال في تغريدة له أكدت مصادر ديبلوماسية خاصة بأن عفو ساميا صدر من صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق عن عدد من العمانيين ممن حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا وقد تم إبلاغهم عن طريق سفارة عمان في لندن حيث تقوم السفارة حاليا بترتيب إجراءات عودتهم إلى السلطنة بمجرد انتشار الخبر انطلقت هاشتاغات كثيرة على رأسها السلطان هيثم بن طارق أيضا هذا واحد من الفيديوهات المتداولة لمعارضين يحزمون حقائبهم ويستعدون للمغادرة نحو السلطنة وهذا بترتيب من الخارجية العمانية كما بدأ في تصريحات معارضين آخرين من بين هؤلاء المعارضين يعبد جداد أو جداد الذي يعيش في لندن منذ مغادرته السلطنة هناك فيديو أثر جدلا وفيه جدد شكر السلطان وأكد على ما يليه مؤكدا لجلالته حافظه الله ورعاه أننا على العهد والولاء والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى وأن لا ننازع الأمر أهله إن الوطن يبقى دائما هو الأب الرحوم والأم الرؤوم يضم بناءه إلى حضنه بفضائرهم وشوائبهم قرار العفو لاقى ترحيبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه عينة من التغريدات بحجم الاستياء السابق من مجرد سماع اسم أحدهم قابله فرح أكبر بهذا الخبر الذي لم نتفاجأ به كعمانيين باختصار هذه عمان بحاضرها وعمقها التاريخي في التعامل مع أبنائها أما شبل أفهد يقول أو شبل الفهد يقول في هذه التغريدة المعارض العماني معاوية الرواحي عاد إلى بلاده سلطنة عمان قسما لو يحلف محمد بن سلمان على المصحف أن يعطي الأمان للمعارضين السعوديين في الخارج لم يوثق به أحد لأنهم يعلمون أنه لا عهد له ولا ذمة أما بالنسبة لأبو حمزة يقول نتمنى أن يعودوا إلى عمان الحبيب أرض المحبة والتسامح بين الجميع ونتمنى من كل مواطن أن يعرف مقدار وطنه ويحافظ عليه بدر الحارث أين الإعلام الرسمي من مثل هذه الأخبار يتساءل كثير من المغردين العمانيين استحسنوا أن يحذف جداد الفيديوهات التي هاجم فيها سلطات العمانية سابقا لكنهم أيضا طالبوه أن يغير اسم قناته في يوتيوب والتي بايع من خلالها السلطان أربعة أسماء نيتم متداولها الآن على أنها الأبرز بين المعارضين الذين شملهم العفو وهي بالإضافة ليعبد جداد هناك نبهان الحنشي ومعاوية الرواحي المقيم في الإمارات العربية المتحدة وأيضا مظاهر العجمي والمعروف باسم مظاهر التاجر وهم معارضون بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وانتهاك الحريات الشخصية وصف كثيرون العفو بالضمنية والهادئ لعدم وجود تغطية رسمية له